اهلا بكم من جديد عبر مقطع فيديو لقيت تداولا وعجابا من الكثير ظهر رجل يدعى عبد الرحمن بريطاني الجنسية وهو يوجه الشكر إلى المملكة وشعبها بعد أن قضى أكثر من 21 عاما لتفاصيل هذه القصة وحيثياتها ينضم معي في الستوديو ضيفا عزيزا الأستاذ عبد الرحمن المقيم البريطاني لنستطلع معه القصة التي بدأت هنا في السعودية وحتى الآن أهلا بك عبد الرحمن حياك الله جزاكم أخير شكرا لحضورك بارك الله فيك شكرا لقبول الدعم شكرا لكم شكرا لك حدثني عن نفسك حدثني عن لماذا أتيت للسعودية بالبداية طيب شكرا لك وأول شيء لازم كل واحد عارف لغتي دعيف أنا من بريطانيا من مدينة لندن ودخلت إلى الإسلام وعندما كانت أمري 18 سنة أعم طيب تزوج عندما كانت أمري 19 سنة وبعد ذلك جدت هنا إلى المملكة يعني أول سنة عشان أنا مدرس أصلي مدرس لغة الإنجليزي وهذا قبل 21 سنة نعم وجدت إلى المملكة يعني بيني وبينك وبينك مشاهدين نعم يعني أول خاف شوية لأن كان لديك خوف تجاه السعودية خاف لم أوجد لم أوجد شيء جميل فأنا خاف أوله إذن لم تجد في الصورة التي كانت تصل لك وأنت في بريطانيا نعم شيئا جميل في السعودية نعم فكنت خاف القدوم للسعودية شكرا لك هو كذا هذا هو نعم لكنك أتيت نعم أنت أسلامت عمرك 18 سنة 18 سنة نعم بعد إسلامك بسنة نعم أتيت للسعودية لا زوجت تزوجت أولا اي تزوجت مسلمة نعم الحمد لله بريطانية نعم وبريطانية نعم الحمد لله وبعدين أتيت للسعودية وعمرك 19 كنت أمري 26 سنة 26 سنة نعم ما شاء الله نعم الحمد لله يعني هذا بعد زواجك في فترة طويلة يعني شوية والحمد لله ليش قررت تأتي للسعودية وكان عام 1999 نعم لماذا قررت أن تأتي للسعودية نعم طيب يعني طيب ذهبت إلى إنترنت كافي إنترنت كافي نعم أوكي فذهبت إلى إنترنت كافي هذا ممكن قبل 27 سنة نعم وسبحان الله أريد عمل عمرا نعم عمل كنتبحث عن عمل نعم أريد أن أجد عمل في موسلم كافي أردت أن تبحث عن عمل في دولة مسلمة نعم جيد وجدت عملا في السعودية نعم فتقدمت لهذا العمل تقدمت لهذا العمل نعم 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 فالحمد لله فكرت طيب أنا أشوف كيف المملكة ممكن ستشهر سنة بعد ذلك ممكن لم تقرر حتى الآن نعم جيد وسبحان الله جدت هنا ووجدت مكان مو زي أي مكان رأيت في حياتي ما هي أول مدينة زرتها في السعودية جدت هنا أول مدينة جدة جدة وسكنت في جدة ثمانية سنة ثمانية سنوات نعم ثمانية سنوات شكرا فبعد ذلك جدت إلى الرياضة وذهبت إلى الجزان وذهبت إلى طبعا تجولت في كامل المملكة هو كامل سبحان الله يعني الآن في هذا هذا يعني وقت الكوفيد كورونا نعم سبحان الله فكرت كيف أنا ما ذهبت إلى كل السعودية أنا أريد والله أبي وأمي جدت هنا سبحان الله وأنا أريد يعني معهم كل تريد أن تأخذ جولة مع عائلتك كاملة نعم مع والدتك والدك نعم وزوجتك وخدت هذه زوجتك وخدت هذه الجولة نعم صحيح نعم وين ذهبتوا يعني في المملكة نعم ومش المدن التي زرتوها ما هي المدن التي زرتوها ما هي المدن المدن التي زرتوها ما فهمت وكسيتي شكرا لك جزام مدينة مكة قصيم ينبو ينبو نعم سبحان الله أبو ينبو وممكن هذا ممكن هذا هو سبحان الله يأن الشغل كل وقت بعد أن أتيت للعمل في السعودية وسكنت جدة أنت وعائلتك نعم ومضيت ثمان سنوات في جدة والآن أنت تسكن في الرياض قلت لي في بداية حديثك أن هناك صورة مشوهة وسيئة السعودية في الإعلام الإعلام الغربي أو الإعلام الموجه من أوروبا السؤال ما الذي تغير بعد أن عشت في السعودية ما الذي تغير هل لازالت الصورة نفسها ولا الصورة تغيرت سبحان الله تغير يعني كامل لماذا من أول يعني زي رأيت على التلفزيون يعني أول يعني الناس هنا كل شيء هنا جميل جدا الناس طيبون يعني كل شيء الحمد لله ما وجدت أي مشاكل هنا يعني من واحد عشرين سنة ما وجدت أي مشاكل الحمد لله هذا يعني في بريطانيا ممكن يعني مو زي هذا سبحان الله يعني الحياة هنا في مملكة هذا النعمة من الله والله الحمد لله أنا عارف لغتي دعيف وأنا عاسف للمشاهدين لغتك رائع سبحان الله لغتك رائع طيب بعد بعد هالسنوات هذه اللي مريت فيها كيف 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 تأقلمت يعني كيف استطعت أن تعيش مع العادات السعودية مع التقاليد السعودية هل وجدتها سهلة هل وجدت هذه العادات والتقاليد كما يصفونها أم أنها عادات بسيطة ويمكن لأي شخصا يعيشها الحمد لله أي واحد جدت إلى مملكة كل شيء سهل يعني مو صعب سبحان الله نعم في فرق بين الأدات هنا في مملكة وفي بريطانيا بس مو شيء سبحان الله كبير الناس هنا الآن رأيت الناس قبل 20 سنة والآن يعني في فرق مثلا ممكن أول في جدة أو ممكن في رياض يعني مو ناس كثير يتكلم لغة الإنجليزي نعم فهذا صعب شوية لي حتى الآن بالبدايات نعم ولكن الآن سبحان الله شوف كثير كثير منهم الشاب السعودي تكلم لغة الإنجليزي وإندي طلاب من 2000 الآن هم ما شاء الله مدرس لغة الإنجليزي يعني أحسن مني الحمد لله لأن أستاذهم جيد أصبحوا أفضل من الأستاذ نعم لأنك أنت جيد جزاك الله لا لا الحمد لله حتى الآن يعني كل يوم يومين وجدت واحد من طلابي قبل 20 سنة على تويتر قال يا ذي الرحمن سبحان الله الآن أنا مدرس لغة الإنجليزي وأنت because of you الحمد لله من الله بس يعني هذا جميل جدا والله كيف نظرت إلى الشباب السعودي إلى أحلامهم إلى شغافهم إلى طموحاتهم أنت درست جزء كبير من الشباب السعودي كيف نظرت إليهم مع تعاملهم حبهم للعلم تعاملهم معك I want to say the right thing take your time بزاك الله خير the young people a شعب في سعودية سبحان الله حتى الآن في قلبي يعني أشان كل معملا معملا their behavior their actions معملا معي جميل جدا يعني عندهم احترام سلوكهم عندهم احترام سبحان الله واحد مدرس ممكن مدرس في لغة الإنجليزية أو مالش أستاذ في لغة الإنجليزية ممكن الطلاب ما عندهم احترام بعضهم بس حمد لله هنا في مملكة الشاب كلهم يعني في احترام للواحد زي أنا ما شاء الله الشباب هنا الحمد لله أنا قريب منهم يعني كل يوم إذا أنا في سيارة وأنا في سوپر ماركت كثير منهم شفتوا على تيك توك وشيء عبد الرحمن كيف حالك سبحان الله وفي شيء عميز الآن أنا مدرب قيادة شركاتنا you know how to say it نعم yeah executive coaching سبحان الله الآن رأيت الشعب السعودي ممكن مو كيبقى في السن 25 سنة 30 سنة عندهم ما شاء الله هم يعرفون leadership القيادة نعم سبحان الله ماشاء الحمد لله ترى أنه القيادة موجودة عند كثير من الشباب السعودي موجودة في شخصيتهم نعم موجودة وأنا في رأي هذا ممكن السبب الهكومة هنا في مملكة الهكومة رأيت الهكومة هنا والشاب زي هذا صحيح هذا نعم من الله يعني الحمد لله سمعنا سمعنا وأطعنا بنسبة الهكومة الحمد لله والحكومة زي هنا في مملكة الشاب شوف هذا هم يعرف القيادة من الهكومة الحمد لله من ملك سلمان وكلهم الحمد لله هذا نعمة من الله يعني أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا لأنه في الإعلام سواء الإعلام في أوروبا أو الإعلام حتى في آسيا أو الإعلام حتى في أمريكا الكثيرين يتحدثون أنه لماذا لا تتجهون إلى الديمقراطية لماذا العلاقة بينكم هكذا هل تعتقد أنهم يفهمون طبيعة العلاقة بين الشعب والقيادة لأنها علاقة معقدة نوعا ما لكنها أيضا سهلة أليس كذلك هل يفهمون هذه طبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة منهم دائما ينظرون أنه لا حكومة دموقراطية المدل أنا أتكلم عن تركيبة أو نموذج الدولة هنا هل تختلف طيب يعني هذا الصعب شوية لأن لغتي لا يكفي أن أتيك الجواب يعني كامل بس لي أنا صوي I make many videos on LinkedIn فعوتوا فيديوهات كثير بنسبة المملكة العربية السعودية والحمد لله الآن في ناس كثير يعرفون هنا العلاقة نعم الحمد لله من سوشيال ميديا مثلا أمس في فيديو مني على LinkedIn TikTok كل شي تويتر يعني في هذا 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 حدف لي مثلا عبي عبي في بريطانيا ليس بمسلم طيب اليوم جول حتى الآن أمي جول حتى الآن أمي الآن أمي شوف هذا برامج في بريطانيا ترانا الآن نعم نحييها جزاك الله خير الحمد لله I love my mother and my father الحمد لله and بس بعد دخلت إسلام طيب دخلت إسلام وأريد أن اذهبوا إلى حج وذهبت إلى سفارة سعودي فقلت لهم عن مسلم جديد قلت لهم أنا أريد أذهب إلى حج قال قال طيب هل أنت مسلم فقلت لهم نعم نعم الحمد لله طيب ما في شيء على جواز أو أي شيء كيف نحن نعرف أنت مسلم فقل إيش أنا سوي قال جيب شهادة من المسجد جيب الشهادة أنت مسلم جديد بعد ذلك أتيك الفيزا والتأشيرة نعم أمشي إلى حج ما في مشكلة ما شاء الله فذهبت إلى المسجد فسألت سألك سألتهم عن الشهادة نعم فقال لي ما اسمك ما أدري هذا إمام هو مصري بس قال لي هذا مسجد في بريطانيا سنترو بارك هذا مسجد من مالك فهد رحمه الله فقال لي لا الإمام هو في إجازة مش ممكن أتيك الشهادة وإنت تبغى تروح للحج فرجعت إلى السفارة السعودية فقلمت مع الأخ هناك قال مش ممكن قال لي أنا آسف يعني كيف نحن نعرف أنت مسلم فقلت له أيش المشكلة قال اسمك جول يعني الأخ هناك جميل جدا فقلت له طيب إذا اسمي يعني عبد الله وشي ما في مشكلة عمشي له حاج قال ما في مشكلة قلت له انتظر فذهبت إلى اللوية ما أدري اللوية قانون والجج وما هو اللوية هل تعرف اللوية المحامي ذهبت هناك فسألتهم هل ممكن تغير اسم قال ما في مشكلة 5 بلد هذا 25 ريال طيب قالت لي ايش الاسم تريد أنا ما أعرف فتصل صديقي ايش الاسم يعني نحتاء أريد أن أمشي إلى حاج لازم حق الفيزا اسم عربي ايش الاسم قال ما شكلك عبد الرحمن فقلت له شكرا فقلت لها اسمي جديد عبد الرحمن قال لي طيب كيف الهروف ما أدري تصل صديق مرة ثانية A B D نعم بعد ذلك 5 بلد بعد ذلك في جوازات جديد مع عبد الرحمن وكله شهادة وبعدها أصبحت رسميا عبد الرحمن نعم ورجعت إلى السفارة السعودية قال أحلم وسهلا ما في مشكلة وبعد ذلك كل واهد يعرف أنا عبد الرحمن فالحمد لله رسالة أخيرة تود قولها سريعا عبد الرحمن ما هي رسالة تود إيصالها للسعوديين وغير السعوديين ماذا تريد أن تقول بسيط شيء بسيط للسعوديين أشكركم جميعا أشكركم جميعا والناس ليس سعوديين لازم تجي هنا تأتون وتحكمون وتحكمون نعم الحمد لله شكرا جزيلا لك نحن سعيدين بحضورك سعيدين أيضا بانضمامك معنا سعيدين بحضورك أو بالتأكيد نحن سعيدين أنك تكون بين أحضان المملكة وفي قلوبنا جميعا جميع بيوت السعودية هي بيوت لك وكل السعوديين هم أخوة وأصدقاء لك عبد الرحمن نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى أنك تستمر في بقائك في السعودية شكرا جزيلا لك عبد الرحمن شكرا لك فاصل وناود